موسيقى بالغبطة نحن متشكرين على الوقت اللي عطيتنا ياه رغم كل هال اكتيفيتز او كل هالنشاطات المتتابعة يلي عم بتقوم فيها شكرا لك لانه ولا مرة بخلت على تيلو المير بلقاء او بحديث او بتوديح عن كل حال شهدتنا مجروحة لانه هالمحطة لك ومنك ده شي حلوي نحن انا منفخر كتير بتيلو المير النورسات لانه لوليها ما بتوصل كلمة الله لحدا وهيدي اخدته على عتقه من الاساس ولذلك هالعمل بضحه من مالون هيت منشان تبقى هالمحطة توصل لكل العالم احنا ماعرف هالشي من الداخل منشانيك انا بدي عبر عن تقديري لتيلو المير نورساته كل فضائيته وقل له شكرا لانه الخير اللي عم تعمله ما حدا بيحصيه وبيعرفه الا الله بقى الله يحميكم يحمي المؤسسة والمحطة بكل بكل مكوناتها ويحمي كلها اللي عم بيعمله فيه وربنا كفيون على كل شيء وبنشكركم انكم شرفتم كمان على استراليا حتى اتغطوا الحدث هاللي عم نحنا من اجله مجتمعين لا شكر على ما هو بعمق رسالتنا صاحب الغبطة ورسالتنا انه نحنا نكون الى جانبكن بنشر هالكلمة ونشر هالمحبة ونشر الفرح والامل يلي عم تزرعوا اليوم بالافاق البعيدة اليوم العديد من النشاطات والعديد من الفقرات واليوم اغلبية الناس بدأت تشوفك بدأت تحكي معك بدأت تسمع لها مرتبط وملتزم بكتير نشاطات اليوم الاحمال كثيرة الوطن في جروح كثيرة واليوم عليكم تعلق امال كبيرة لا خلاص دون الله ولا خلاص دون الكنيسة معنا الاكيد كلنا ملتزمي بهذا الوقع اللبناني المر وكلنا عايشين مع شعبنا مرارة الاحداث اللي عم بعشوه والهموم الكبيري لكن هالي بيطمئن انه شعبنا بحفظ على ايمانه ربنا شعبنا بيوثق بربنا بيصلي وبيعرف انه الفرج بيجي من الله هيدا ضمان كتير منحة شعبنا ما شرد يعني قدر يكون اكبر من مشكلته وهيدا الاساس ما كان اصغر منها كان اكبر منها ولذلك واجهها بالصلاة وبتشوفوا اليوم كيف بيبقوا بالتقوى بيعيشوا كمان بيعيشوا بفرح بالرغم من كل شيء وهيدا علامك كبير كبيري ومزبوط الكلمة اللي قاله مطران بيريس بحينة اللي توفى اللي استجيه اللي قال الشعب اللبناني شعب لا يريد ان يموت انه اقوى من الموت يعني اقوى من مشكلته هيدا على جهة الايمان والصلاة وهيدا مش مشي هيدا كل شيء التاني يعني هالتعاون وهالترابط وهالتضامن هاللي عم بيليه الشعب اللبناني من جهة في لبنان بالمبادرات اللي عم بتصير بالابرشيات بالرهبنات بالمؤسسات وشي اللي عم بتصير على مستوى كارتس ومثيلاتها الشي اللي بالداخل والمبادرات الشخصية والفردية كلها عمل بتساعد ثم عندك المساعدات اللي بتجي من مؤسسات خارجية وخاصة هاللي نحن هون باستراليا بدي عبر عن شكري كبير لاستراليا لانه الشعب الاسترالي عم بيرجع للبنان كل شهر كي بردون بالصيف عم بيساعدوا اهلن وهنو هون عم بيساعدوا ومنعرف معرفة مباشرة كيف خلقين الرباط بين ضيعتهم الأصلية وبين وجودهم هون وكيف عم بيساعدوا اهلن بالمصاري بالأدوية بمواد الغذائية وبسويها وبدي حيي سيدنا المطران أنتوان شاربيل طرابايا مطران الأبرشي انو عم بيعمل مبادرات كتيري بهيد الخط من فترة بعد كمية كبيرة من الأمح حتى تنزرع هون وهون توزعت عكل الأبرشيات والرهبنيات بالأديار والناس اللي قادرين يزرعوا ويستغلوا سنة بعد سنة ونعرف كتار منهم بعدها ماشي هيدا كمية مبادرة نابوية حلوية والسنة بمناسبة اجتماعنا بالمجتمع هيدا اللقاء السادس المؤتمر السادس لمطارنة الانبشار والرهبنيات كمية كل العشوات هالعمال بتصير أهراد المطران يكون مداخيلها تروح لمساعدة الطلاب بالمدارس أنا بدي حيي على هالمبادرة بالحقيقة نحن بنشعر انه استراليا مثل غيرها من الانتشار هيقول بس هي منظمة بشكل انها تكون حد اللبنانيين لما نقول اهلهم مش بس اهلهم بيهم وامهم كمان اريبهم والشعب والضيعوا هنشكر الله هاي كلها بتفتح ديمنا أفئي الأمل بالمستقبل هالليل الطويل رح يخلص وهالظلمة رح تخلص لأنه نحن نؤمن ما انتهت حياة المسيح يوم بالجمعة انتهت يوم بالأحد مش هناك زي كنا هلأ عم نعيش فترة صعبة مضبوط لكن سيد المسيح وسيد العالم صاحب الغبطة اليوم تجتمعون مع أثيقف الانتشار ويلي بالظرف الحالي إلى لبنان هن يشكلون الطاقة ومصدر القوة اللي مش فقط للكنيسة بس ولكن للوطن كله اليوم هل ستطرح خطة نهضوية اللي هيك تفكيك من بعض الصعوبات والمشاكل يلي عم نمرق فيها على الاكيد هي هذا المؤتمر صرنا بالسادس غيه منه اولا تنسيق عملهم بالخارج تعاونهم مع الرهبنات هاللي موجود عندها مؤسساتها بالأبرشيات الخطة العمل المشتركة رعاويا ترتيب الأمور اللي ترجي والسنة رح يكون الموضوع كيف بدنا ننسق خدمتنا الاجتماعية للشعب اللبناني انا ذكرت استراليا بس انا ما ذكرت المطارن هاللي كمان هاللي بكل أبرشياتهم عم بيبعطهم مساعدات للبنان المدارس عم بيساعدوها خرمة المحبة عم بيساعدوها كاريس عم بيساعدوها ربما تلينمية النورسات عم بيساعدوها يعني مش عم بيأسروا مطارنتنا بالأبرشيات نحن هالمرة على الأكيد بغنطرح إمكانية تعاون أكتر وتضامن وتنظيم خدمة هذه المحبة لأنه الظروف ضائت وشعبنا افتقر أكتر من لزوم والسياسيين مسئلنين إلا عن الهدم نعم مش مسؤولين إلا عن الهدم وكأنه اخدينا مقاطعة أنه يهدموا لبنان بكل مقوماته مبارف لي وبس مساء الوقت عم بيقتلوا شعب على كل حال نحن هالقضايا رح تكون من صاميم اجتماعاتنا صاحب الغبطة رح أنهي هاللي قال الخاطف على أمل أنه كمان نرجع نتابع نحن بيجيكم كل هالأنشطة بملاحظة صغيرة أو هيك انعكاس صغيرة لها العاطفة يلي كنا عم نشوفها فيكن أكتر وأكتر يوم مبارح وقت دخلته بالمدرسة وشفتو هالأطفال وأجيال جديدة تنمو في الخارج على ثقافات أخرى ولكن كلهم مليانين طيبة شفت الفرحة بعيونها وشفت الفرحة بعيونهم قد كنوا مبسوطين لأنه في رمز اليوم كنيستهم رمز وطنهم قد نحن بالفعل مسؤولين عن هالأجيال وعلى ضمير الكنيسة وعلى ضمير الدولة شي طبيعي تصوري لو ما في عنا أولاد ما في عنا مستقبل ما في عنا كنيسة ما في عنا مجتمع مبارح كل الوقت نحن عم نشوف هالطلاب والأطفال معظم خلقينين هون وحملين هالأعمال هالأعلام اللبنانية يعني بقلبهم بدمهم محبة لبنان ممكن مش رحين على لبنان ولو دعسين عليه دعسين على أرضه لكن في شي بقلبهم في حب بقلبهم مثل الطفل بس تليله جزيب بتلاقيه دغري يكون ولد طفل على زنت أمه في شيء من سحر لما بتشوف هالأطفال مبارح شفناهم حملين الأعلام اللبنانية وأنه هولي بيحبوا هالوطن مش شايفينه هيدا أملنا الكبير لسوح الددين صاحب الغبطة هالأطفال يوم ممكن سألتك هيدا السؤال لأنه هناك خطر أكتر من الجوع هناك خطر على الانتشار هل نحن لازم نحضر وطن العودة لهالأشخاص يلي عم تفرض عليهم المجتمعات العالمية أخلاقيات غير أخلاقيات أنظمة تربوية لا تمت إلى قيمهم بسلة هيدا يمكن اليوم قلق وخطر أكثر من الجوع إلى القمح وأكثر من الجوع إلى الخبس هيدا معك حق فيه تماما لكن هاللي بيعزينا هون بأستراليا خاصة أنه عنا مدارس الرهبنات اجت وفتحت مدارس الشي هاللي مع الأسف بكل أمير كما فيه مدرسي هاللي بيضمن نحن حفاظ هالروح الوطنية عند أجيلنا جديدة وتربية هالمدارس الكاتوليكية هاللي إجت لهون هيدا كان عزينا مبارح لما شفنا الأعداد من الطلاب قلت أنا بسيطة طالما عنا رهبنات من لبنان فاتحة مدارس هون عم بتربينا على هيدا الأيام تفرض الدولي عليهم تفرض الدولي سيدنا مناهج تربوية بتختلف عن كل الأيام يعني هناك صراع رح يكون بين المأسسات التربوية يلي قاتية من الشرق وبين يمكن في كتير مثل ما حضرتك سمعت صاحب الغبطة أنه اليوم في كتير متمنين العودة بس إلى أي وطن يعودون طبعا أنت هيدا الأسم كمان هاللي حكيتي أنه هي أهمية مسؤولية لبنان والمسؤولين السياسيين بلبنان وبدي أقول حضرة المسيحيين الكرام يعرفوا قيمة هيدا الوطن ويكون كمان إداء السياسي من غير نوع بالحقيقة ويعرفوا أنه هيدا هاللؤلؤة هاللي اسم اللبنان ما نرحب عليها ونردها تقدروا يرجعوا المنتشرين لأنه إذا ما في حياة اقتصادية وإنمائية كيف برين يرجعوا كيف بدون نعيشوا ترجع الدولة تمشي لبنان بدوا بس استقرار بس ما بدوا غير شي اللبناني مش عيد شي من حدا إلى الاستقرار بس في استقرار سياسي الشعب اللبناني بيمشي لقدام هيدا مسؤولية السياسيين نتأمل أنه هالليل هيدا هيدا الليل ما يطول ولكن برجع على مدارسنا نشكر الله اللي عنا هون ويريت وان ما كان في مدارس تصهر أهيلي كمان تصهر على أولادهم دووج شو عم تفرض الدولة والسقفة والحضارة جديدة اليوم اللي عم تهدوم حياة البشر هون بدنا الأهلي لعبوا دورهم والمهدرسة برتوعيهم صاحب الغبطة بهاللقاء الخاطف والسريع أنا بشكرك من كل قلبي أصدقاء المشاهدين هناك عدة تحديات عم تعيش الكنيسة اليوم مجتمعة في الانتشار أكيد على جدول أعمالهم العديد من الأفكار يلي طرحها صاحب الغبطة اليوم نحن دورنا بتليمير نورسات مش أعطاكن الخبر اليوم أعطاكن العلم تتشاركوا بالصلاة وتصلوا لأنه أنتو على طول تعليقاتكن بتجي صلاة صلوا معنا لإنجاح هذا المؤتمر صلوا معنا لشعبنا بالانتشار